بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نستكمل طرق الخاصة باجاد رابع طريقة معانا حاجة اسمها او بيسموها باسم تاني ريجولا فالسي طيب هتلاقيين ان الطريقة دي هي شبه طريقة يعني هي تقريبا ولكن هتلاقي اول حاجة القانون بقى شكل مختلف شوية هنذكره والتكنيك من اسمه مختلف سيكل طيب ازاي هتلاقي انها حضرتك في التكنيك بتاع البيسكشن كنتم نفرد فيه عندك نقطة سيكون ايه ونقطة تانية اسمها بي اي النقطة دي هي وكانت النقطة دي هي هنا هنسميها اكس ال وي اكس يو مش فالي معك التسميه او بي ايا كان التسميه مش ذال مهم بالنسبة طيب الفكر هنا ايه انت دايما بتلاقي ان الكمتين دول بينهم الروت تمام ماشي فهتلاقي ان احنا كنا في البيسكشن كنا كل مرة بناخد المتواصل اللي بينهم نحصل على الا اعرب قيمة للروت بتاعي هي هنا نفس الفكر برضو بتاخد الكمتين الذي ذكرناهم وبتبدا عن طريق القانون هنبدأ نستخدمه القانون بيقول لك ان اكس ار nghĩ بار بتاعي هو الرد عن اكس ال نقص الفانكشن عند الاكس ال مضروبة في الاكس يو نقص الاكس الي الفانكشن عند الاكس يو نقص الاكس الي الفانكشن عند الاكس الي ده بعض المراجع بنشكره بالشكل ده وفيما رجع اخرى بتذكره بالشكل ده نوعا طريب يوحد المقامات على المقام اللي تحت ده. فبيدي لك ايه? بيدي لك ان الفونكشن او القيمة عند ال f x u ناقص ال xl. مضروبة فوق في ايه? ده تحت المقام. هنا فوق مضروبة عندك مين? xl. مضروف الفونكشن عند ال u ناقص ال x u في الفونكشن عن ال xl. او الشكل ده احنا ممكن نكتبه ازاي? نكتبه عن طريق تيرما. طريق محدد. هو عبار عن ال xl مضروف الفونكشن عند ال u. و الفونكشن عند ال l مضروف مين? ال x عند ال u طعم بايه? بإشارة سالبة في النص. فديه ثلاث صيغة لنفس القانون وكلهم نفس الحاجة ايه. طيب التكنيك ده اسمه ايه? اسمه false position. معنى كده ان فيه قيمة مستعارة او قيمة مستحيحة بنستخدمها. ده بالفعل. ليه بقى? هتلاقي ان احنا دايما هنا في التكنيك ده احنا دايما في نقطة تبقى سابتة معاني. وفي نقطة تانية بالنسبة لها false سواء ال xl او ال x u. سواء قيمة a او قيمة b على حسن ما بتسميها يعني. والقيمة دي اصلا بنستخدمها عشان يبقى فيه عندك كمتين تقدر تجيب بينهم ال root اللي بينهم. ولكن فيه قيمة منهم بتبقى سابتة معاك في كل مرة. فتلاقي دايما ال root عندك ايه? هتلاقي مثلا اول مرة او اي اتريشن جاب لك ايه? ال x هنا. تاني مرة جاب لك مثلا ال x هنا اقرب شوية هنا كده. التالتة اقرب اكتر. وهكذا. فتلاقي ان كل مرة فيه قيمة سابتة منهم سواء ال xl او ال x u. وكل مرة هيشغلة معاك. فكان في ال bisection كان بالنسبة لك بتاخد ايه? واحدة سالبة واحدة مجابة. ولكن دي مجابة واحدة دي سالبة. فكان دايما ايه? بتستبدل دي لو طلعت سالبة معاك. فبالتالي ايه? بتاخد المجابة وهكذا. في التكنيك ده يا شباب انتر عندك فيه قيمة واحدة. بتفضل معاك كل مرة. دي مثلا كل مرة تطلع معاك مجابة. فبتاخد. فدايما كل x بتطلع جديدة بتطلع قيمة سالبة. بس. فدايما ايه? بتلاقي نفسك ان فيه نقطة وصلت معاك. والتانية دي الفولس. اللي هي مش مش صح. اللي بس فرضناها عشان ايه? نقدر نشتغل بالقانون. طيب. تعال ناخد مثال عشان نوضح معاك ايه? الفكرة اللي احنا بنشرحها. طيب. بيقول لك هنا find الجزر الثالث بتاع ال 48. using a regula فالسي. او قولنا false position technique. اللي اتنين ايه? هي نفس الحاجة. اه طيب. ده ازاي يعني ازاي يعني اجيب الجزر ده او اجيب القيمة ده. انا بفروض ان القيم بتاعت او التكنيك بتاع false position او regula falsi هو ما نتنين دول بيجيبو الروت. اقفين الروت بتاع الكلام ده. ما هو حاضرتك? لو انت فرطت القيمة دي ب اكس. فبالنسبالك اكينك بتقول ان انت عايز ال اكس باور سري لو خط المكعب بتاع الطرفين. يتساوي 48 يبقى ال اكس باور سري ناقص. الثمانية واربعين يساوي زير و دي ال اكوشن انت فرطت حالك تجيب لها الايه? الجزر بتاعي. طيب تعالى نبدأ نشتغل. انا هنا شايف ان انا لو اشتغلت بال او بي. بالنسبالك بالموضوع اسهل حتى نوحد الشكل ده شوية مع الشكل بتاع البيسيكشن عشان خاطر لكم ادفص حالك كتير. بس ما اضو صعب. هتلاقي ناسة كيف تدربي النقطة الاولانية في الفونكشن بتاع التاني. ناقص النقطة التانية في الفونكشن الاولى. الفونكشن التانية عند النقطة التانية يعني ناقص الفونكشن ايه عند النقطة الاولى. او ده القانون لحضرتك ايه? مفروض ايه? تبقى عارفوا. طيب هنعمل نفس الجدول احنا كنا بنعمله في البيسيكشن هتحط قيمة النقطة النقطة الاولى وقيمة النقطة التانية. هتخط الروت بتاعك الاكس ار. بعد كده الفونكشن عند الاكس ايه او عند الايه. بعد كده الفونكشن عند البي. وهي الفونكشن عند الاكس ار بطاقة. طيب احنا بدل الوقت ايه نفس الجدول حقا نستخدمه مرة اللي فائزة. فبالتالي هتلاقي الموضوع ايه? لو انت فاهم البيسيكشن هتلاقي الموضوع بصير جدا من النسباتي. طيب. في السؤال ده. هم نديلك الفترة من التلاتة الاربعة. قيمة الروت بتاعك من تلاتة الاربعة. طيب هنبدأ نشتغل ازاي? هنبدأ حضرتك اول حاجة. الايه بتاعتك اسمها تلاتة. البي بتاعتك هيبقى الاربعة. هبدأ احسب بالقانون. زي ما ذكرنا قبل كده انت حضرتك بتدخل الشكل ده على القلة. هتلاقي القلة عندك بتكتب الايه وتكتب البي. ويكون الفونكشن دي نسميها مسلا اكس او اي حاجة. ايه تبدأ حالك تحسب القيام دي. يعني انك تقدر اندخل الشكل ده برموز على القلة. اكس واي ام اا دي بي ايه. هتلاقي كل الرموز دي على القلة عندك. ابدأ تدخل حاجات دي. بس بص. تبقى انت عارف ان الايه مثلا مقابل ليها لايه. ان السي مثلا على القلة المقابل ليها مثلا الفونكشن عند البي. وكذا اما عجمة ايه? ما تطلبطش نفسي. حسن انت طلابات خلاص خدها رقم رقم وابدأ ايه ديفو عنا بس طرعا انا تطرينها بقى لك على ايه بأسهل انت بتدخل اي بي مسلا سي دي على الا تدوس كالك خلاص اطلالك الايه النتج بتاعك لساني طيب تعال كده نبدأ نشوف هنشتغل ازاي في التكنيك ده وحنا دخلنا قيمة ال ا قيمة ال بي ابدأ دلوقتي تحسب ال اكس ار عن طريق قانون ده تضرب الثلاثة الفونكشن عند ال بي طبعا انت بتجيب الفونكشن هتطلع الفونكشن عند الثلاثة بسالب واحد وعشرين الفونكشن عند ال بي هتطلع مجبس التاشر الاكس ار بتاعتك هتبدأ تحسبها هتدرب الثلاثة بص بنعمل ايه بنضرب الثلاثة في المين الستاشر ناقص ال بي الفونكشن عند ال واحد ايه الى السالب واحد وعشرين نفسك ايه ماشي كده تمام ناقص مين دي ناقص دي هتطلع نفسك حتى من من شكل الجدول انت ممكن تحفظ القرون يعني انت عايز انت تضرب الكويمة دايان باضربها في دي ناقص دي في دي على مين دي ناقص دي هتطلع نفسك بعينك كده انت حافظ الايه الستيبس اللي انت بتعملها من غير حافظه قوانين يعني طيب هتلاقي اول كويمة عندك تلاتة ونص طيب جيب الفونكشن بتاحه ابدأ بها في قويمة الفونكشن هنا هتطلعك بكام بسالب اثنين ونص او اثنين وستة مواش تقريبا طيب انت حالان دلوقتي عندك قيمة سالبة وعندك القيمة التي تلاتة معك سالب هتطلع تاخد مين فيهم هتطلع تستبدل مين هتستبدل الموجبة ولا هتستبدل السالبة مفروض ان انا دايما بمعا اشارة سالبة اشارة موجب هتلاقي نفسك دي دي كاك انت هتاخد اشارة سالبة فننتحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن كلما دي استبدلت دي يبقى كل مرة هتلاكي تستبدال ديد يبقى دايمن هتلاكي اني ايه القمة دي عاصرا هي القيمة المستغارة معاك هي القيمة اصلا علها الكعمة متقدش صح فتلاكيي دي ايه؟ كل مره هتنستبد 1948 كان البايسيكشن متفوق قمت بتلع من موجب بل كانت تطلع من وقت سالب و ovatكره لو ben posição diese ف علاكيه دايما في الحصول جساكي انه دايما القيم entrar سالب دايما تطلع من عندما تطلع سالب السلبة كل مرة تستبدل ايه لقيمة السلبة معك. لكي نسميها الفلس بوزيشن. انت في عندك نقطة مستغارة في الاتنين دول. وكل مرة ببدأ استبدالها. فتلاح نفسك استبدلت مرة ايه? دهيا. فتلاح نفسك نقطة الجيدة دي دخلت معك. بقيت دي ايه? دي اللي هي الرقم ده. ودي بتنزل زي ماي. فتلاح ان كل مرة دي بتنزل زي ماي. وبالتالي مين? الاف عند بببطالي ايه? قيمة البي كل مرة ايه? بتنزل زي مايه? لاني ده ايه? مرور من ده? ده النقطة وديه قيمة الفنشن عند نفس النقطة. طيب. ده ايه? هتليني نزل معك ايه? هنا. طيب تاني هبدأ عملي ايه? هضرب ايه? الفنشن الضيب ناقص البي. الفنشن تاعدك الايه? على من? على الفنشن البي ناقص فنشن الايه? هى اديك مين? هيدك تلاتة وستة من عشرة. ابدأ حضرتك قيمتها هتلاقيها سالبة. طيب هتبدأ تستبدل مين? هتستبدل نفس الصف. هتلاني دي. هتطير دي كده. وهتنزل مين? هتنزل مكان. طيب 16 هتلاني نزلت ايه? زي ما هي. والتالي ايه? الاربعة هتنزل معك زي ما هي. هيبقى لك مين? طبعا القيمة ده هي نزلت ده استدلت ده. ده ايما دي استبدلت الايه? فنفس الكلام الاكس ار استدلت مين? قيمة الايه بس. هتلاقيها تلائية ايه Dare نزلت زي ما هي. طيب? ايه اللي هيحصل بعد كده? ابدأ اجيب ال�a النقطة اللي بعد كده? هتلاقيها تلائية تلائة ايه طالة؟ معايك. هتلاقي بتعمل ايه? بتعمل ايه? اول حاجة. بتضرب ال� A. مين? الفنكشن بتاعت ال B في الستاشن. نقص الفنكشن ال� A في مين? في ال B. على الفنكشن ال B. نقص الفنكشن الر A. هيديك مين? هيديك الكيمة ده هي هذه كيمت من? الروت بتاعك هتلاقي ايه? القيمة داية هي تقريبا نفس القيمة اللي ايه لو انت اجي بتاعها انت طبعا دي معادلة من الدرجة التالتة او انت حتى ممكن تجيبي جزر التالت للقيمة داية. هتلاقي الرقم بتاعك ايه? قريف جدا من الرقم ده. لو هنطالب اكتر من كده تبدأ ايه? بنفس الكيفية وبنفس القانون وبنفس التعويضة بنفس كل حاجة. هتمنى يا رب يكون الشرح مفيد. لو عندك اي سؤال ما تترددش انت ايه تكتبوه. شكرا. شكرا.